لكن أعيى كلامي في الحلقة السابقة يعني أعيى فهمه يعني عن بعض الناس وقالوا يعني الشيخ قالوا هذا كلام قلنا به من زمان أعيى فهم وفهموه يعني خطأ على غير وجهه وطاروا به كل مطار وفرحوا به في غرور وزهو وانتفاش غرور بقلة الفهم وانتفاش بالخطأ قالوا ما يقوله المفتي وصل إليه أخيرا في نهاية المطاف وبعد أن قلنا نحن من زمن بعيد يعني ما دعونا إليه نحن من زمن بعيد وقلنا به من الجلوس مع حفتة والمصالحة معه فهي أداء الإفتاق قد انتهت إليه وصلت إليه بعد لأيين بعد زمن بعيد وهذا يعني من سوء الفهم والتضليل وحمل الكلام على غير وجهه وأنا أعذرهم لأن الفرق بين المدارات والمداهنة من الفروق الفقهية والفروق الفقهية علم دقيق يقوم على المسائل التي تكون متفقة في الصورة مختلفة في الحكم وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم الذين كابدوه يعني السنين الطويلة وتحملوا فيه الصعاب السنين الطويلة فأن لمن لم يكابده ويعني يتحمل فيه المشاق والتعلم في حلقات العلم أن له أن يقف على الفرق بين الفروق العلم ودقائقه أعذرهم في هذا لأن أغلب من يتكلمون يتكلمون بمعلومات عامة يعني شغلهم الشاغل ليس العلم لم يتنوا ركبهم لطلب العلم ويعرف الفروق ويعني يقرر المطولات ويدركوا الأشياء المتشابهة والتي تفترق أحكامهم مبينا في كتباء العلم فحملوا كلامي على غير محمله وأساءوا فهمه وفرحوا بما فهموا وهو إن خطأ وقلت هذا ووضحته وضوحا يعني لا لبس فيه لأن السباق واللحاق في كلامي في الحلقة الماضية كله منصب على هذا المعنى التفريق بين يعني أخذ الحقوق والمصالحة وأخذ الحقوق قلت إنه لا يملك التنازل عن الحقوق لا يملك أحد أن يتنازل عنها نيابة عن الآخرين لا من السياسيين ولا من غيرهم لا يملك أن يتنازل عن يعني من سفكت دماؤهم وأخذت أموالهم وهجوا من ديارهم لا يملك أحد أن يتصالح نيابة عنهم فذلك ظلم لا يحق ولا يجوز لأن الصلح له أحكام شرعية أحكام مذكورة في الدووين في كتب السنة وفي كتب الفقه فإذا لم يتقيد بهذه الأحكام فيكون الصلح حراما لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون يعني الصلح جائز يقول الصلح جائز إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما وشروط أيضا بين المسلمين جائزة إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما وذكرت لذلك أمثلة واضحة غاية الوضوح وضربت الأمثلة وقلت مثل إذا أردتم المصالحة فمعناها لابد أن تأخذوا يعني إذن الأرامل واليتامة اللي في درنة وفي قنفودة والمهجرين يعني في بنغازي وفي ترهونة وفي جنوب طرابلس وأسرة الشيخ نادر العمراني والشيخ والمشايخ الأخي الذين قتلوا في بنغازي والنحلى وفلان وفلان هؤلاء هم الذين يملكون أن يتنازعوا يتصالحوا أما غيرهم فلا حق له في ذلك هذا هو الذي قلته وهو واضح غاية الوضوح وذكرت لذلك من الشروط ما هو معلوم قلت إن الصلح يحتاج إلى موافقة الطرفين لابد الأطراف كلما تتوافق عليه وذكرت على ذلك حديث الزبير وأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح بينه وبين الأنصار ولما قال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمته يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم وثرك الصلح لأن أحدهما لم يرض به فاستوفى لزبيري حقه هذا كله واضح وبين في كتاب والسنة وفي الأدلة على أن الصلح له شروط ولا يجد لأحد أن يفتات به عن الغير ويتكلم فيه بغير وجل حق نيابة عن الآخرين فهذا أرجو أن يعني يفهمه الناس وما يبقوش يتكلمه يقوله المفتي قال خلاص الصلح مع حفتر جائز والجلوس معها جائز وكذا يعني هذا كلام غير صحيح وكلام غير باطل قلت الجلوس للمدارات ودفع الشر وتقرية الشر جائز الجلوس مع أي أحد لكن لترك الحقوق والتنازل والصلح فهذا غير جائز ولا يملكه إلا أصحابه